هنروح لجريدة روز اليوسف ومعنا خبر منشور تحت أنوان رانيا يوسف وهيسم أحمد زكي يلتقيان في السبع وصايا بعد النجاح اللي حققه مسلسل نيران صديقة السنة اللي فاتت اتشجع المخرج خالد مري والمؤلف محمد أمين والمنتج شريف المعلم على تقديم مسلسل السبع وصايا في رمضان هذا العام أكد مؤلف العمل أن مسلسل السبع وصايا بينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللي بتناقش قضايا الشباب أكد كمان أن فكرته بعيدة تماما عن مسلسل نيران صديقة وبيشارك في بطولة مسلسل السبع وصايا رانيا يوسف وصبري فواز وأيتن عامل وهيسم أحمد زكي ومجموعة كبيرة من أهم النجوم مسلسل السبع وصايا من أهم المسلسلات الرمضانية واللي هيعرض على شاشة دريم تعالوا مع بعض نلتقي بالفنانة رانيا يوسف وبطلة مسلسل السبع وصايا وبعض من فريق العمل ونشوفوا يقولوا إيه عن تجربتهم الرمضانية الجديدة السبع وصايا تقليف الأستاذ محمد أمين راديو إخراج الأستاذ خالد ماري تجربة تقيلة مختلفة زي ما أنت شايف كده شكلي مختلف تماما مغيرين في المكياج والشعر واللبس واللوك خالص ما فيش اعتماد على المكياج ولا على اللبس ولا على أي حاجة كل يعتماد على التمثيل والقصة مسلسل صعب قوي تقيل قوي حلو قوي مختلف جدا عن كل اللي حصل قبل كده وكل اللي هيحصل بعد كده سيتو في بانك تباني وهيشف بليون جني آآ نقرأ الفتح فتحة إيه اللي أقرأ احنا مش داخلين نقطة بالمنصف داخلين نقطة نابونه عشان اللي هيجرى بنا ما ينفعش يخرج برانا ولو خرج اللي هيخرجه هيروح معانا في الرجلين الكاركتور اللي أنا بعمله بوسي شخصية بوسي بوسي هي الأخت المسؤولة عن الأب بسبع سنين بتمرده وبتشتغل شغالة في بيوت بسم الله الرحمن الرحيم بوسي أنا لازم أدور على أخوتي ولائيه كل واحد فيهم ياخد وصيته بشكل ما مات ونمدل ما ماتش تسابوني وتطلعوا تجري والبسها الوحدي سبع سنين بتمرده وشغل نتا الأصلية هي بتشتغل شغالة في البيوت وبيموت الأب وبيسيب لهم وصايا بتبقى هي المسؤولة عن أنها تنفذ الوصايا وتلاقي إخوتها وتدي لكل واحد وصيته عشان ينفي الأخري يوريسه حقيقة المسلسل أنا في رأيه أنه هو منوع الفانتازيا شوية هو الأستاذ محمد أمين راضي أنا أول مرة أتقابل معها على الورق هو مؤلف مشتغل على النفس من جوه قوي على تركيبة النفس من جوه فحالة قريبة جدا من الناس يعني الناس هتحسها كويس قوي هتفهمها سيتو في بانك 28 مليون جيني نقرأ الفتح فتحة إيه اللي قرأها احنا مش داخلين نقطب لمنصف داخلين نقتربونها عشان اللي هيجرى بنا ما ينفعش يخرج برانا ولو خرج اللي هيخرجه هيروح معانا في الرجلين أنا اسمي سيد نفيسة ده راجل أب عنده مشكلة مع أولاده ومع زوجته السابقة وفيه شك في أنه قتل مراته حدوتها طويلة عريضة وبييجي في الآخر هو شك في أولاده دول أساسا هو نفسه هما الأولاد تشكين أنه قتل أب أمهم والأولاد يعني فرضا في فرضية درامية أنهم قتلوه كمان في الآخر فالحكاية ما بين الواقع والخيال بسم الله الرحمن وصوه أنا لازم أدور على أخواتي والأيوت كل واحد فيهم يأخذ وصيته بشكل ما مات ومنون دل ما ماتش أنا فيش حاجة تساوي أي حاجة يعني أن الحياة الواحد بعيشها من ألف إلى باء لأنه تقريبا مقدر لي أن يعيش الحياة دي لكن ما بين القوسين دول أو ما بين البداية والنهاية دول فيه أشياء الإنسان بتياله أنه هو قادر عليها وأنه هو المسيطر على الأمور وأنه هو اللي بيصنع الحياة لكن في نهاية المطاف بيكتشف أنه هو كان مجرد يعني طول الوقت تقريبا يعني كورة كورة بتتضخم شوية لما الناس تشوت فيها بالجامد وكورة بتتضاقل تبقى زي بنج بونج لما يتضاقل مع نفسه بشكل دي ده معنى الحياة